مرحبا بكم في القناة اليوم سوف نشارك معكم هذا الفطور رائع الصراحة وبدو اللحوم اقتصادي ومضاق رائع نتبع معي المقادر والوصفات اللي سوف نضع لكم اول حاجة نبدو بها دائما هي الشربة عندي 300 قرام بطاطة مقطعة طريفة و 300 قرام القرعة الخضراء وهنا يبور روة كبيرة ومعلقة ذي الزبدة الملح والبزار والماء هذه اللي سوف نحتاجه في اللول اللي هنا في الشربة هات الشربة تجي رائعة وتيشربوها يعني الناس اللي تبغوا يغيرو على الحريرة ولا المعتاد شاركت معاكم الحريرة نتمنى تعجبكم الوصفة اللي قدمت لكم من قبل وهنا هي تنديرو الزبدة يعني في طنجرة او كوكوت اللي الناس في الكوكوت اللي تطيبو حد 15 دقيقة وتنطفو عليها اللي معطلين ولا ما عندهم الوقت ولا شنو لو يدروها في التفقامي يديرو عرهية تشت شوية الوقت تبقى يراقبوا في الخضراء على حسب النضوج دينا هنا هي تنحركوا ذاك البوروة تدرت وحدة كبيرة البورو ستعطنا واحد نسمة رائعة مع الشربة دينا كتر من الباصل يعني يعدو حد الميزة في الشربة هنا القرعات تدرت هذه الخضراء اللي مكركبة ما توفرت على القرعات طويلة لكن تعدكم طويلة هي تجي ولكن ماشي هذه القشرة دينا فاتحة هذا اللون اللي أخضر ناصح يعني درت هنا الملحة والبزار يعني دم التوابل باش تبقى محتافة لديك الماضاق ديالها تتحسوا بالخضراء وتتجيز صراحة زوينة وما غادي اللي يتيشربها متيعرفش أشنو باش مصايبة يعني متتجيش نهائيا ماضاق القرع النس اللي متياكلوش القرع سوف نزيد زيت محلي تقريبا هاد الكاز ديال الماء اللي يترو نصف ديال الماء وغنسد على كوكوت وخلاطين غنزول تحلية ديالنا غناخد 300 جرام ديال الفريز ونقطع طريفات ونصف كاز ديال الماء كيف تتشوفو وهنايا غنزيدو يعني السانيدة السانيدة على حسب الضوء اللي يبغى ولكن هنا يدرت هنا ثلاثات المعلقات ديال السانيدة حيض لنا من نوع ذاك الحموضة وبالنسبة للحامض عصرت واحد قطرات تقريبا شي معلقة كبيرة ديال الحامض بش يبقى ذاك الفريز اللون دياله طبيعي هذي اول حاجة نبدو بياف التحلية شي تحلية نبدو بالحليب ولكن هنا بديت بالفريز لينا ما فيه لا لميزينا لا لتحجم غي يجمتش ليا وغي يشد ليا شوية لوقت ديال الطياب عكس الحليب يعني صبقت طبقة ثانية على الأولى يعني الحساب تطيب لينا والتعسل وهذا كل ما يتبخر تماما ما يبقاش من بعد ما طابت ليا الفريز ديالي او الفراولة كيف تتشوفو تقالت وغدا نخليها تبرد تماما وغدا تتقال كتر وانا مطحنت موالوعي بقيت نهبط فيها بالعاشقة تتتولو عد نوح طريفات كبار تتحسو بيهم يعني محل كتن قول نهبط فيها بالعاشق صفي وهي واجدة ديالنا الطبقة التانية فهذا الأثناء اللي أنا تنصيف تحلية ديالي يرى الشربة ديالي تطيب يعني دائما اللي تتبغوا تصيبوا شي وجبة ولاشنو حاولوا ننظموه توقيت لكم باش يقدكم في الوجبة الافطار ديالكم ولو تدخلوا المطبخ يعني معطلين او الكوزينة معطلين هنا يغن دير جوج مع القد ديال الدقيق الابيض يغن دير جوج مع القد ديال النشا يعني ما تنحوش لبعد مرات العبارات عربة شي باللناس عشنو النوعية اللي تندير او النشاك اللي ما تعرفهاش او كي اللي تتخالطوا لي الموضيلات او يعني كي لاحص العوان كي اللي تدخلوا لان مرة اول مرة المطبخ بنيات صغر نحاول نحط لكم بعد مرة تنشاك رماشي اي شهر هنا تندير فانية واحدة وغن دير سانيدة هنا بايتو تديرو ربعات المعالق على حسب اللي تتبغيوا الناس كل واحده تدوق دياله انا هنا فليطر ديال الحالي بدرت خمسة المعالق وهنايا غنزيدو صفر ديالبيضة الصفر ديالبيضة لما تيجيش باين نهائيا وتعطينا واحد المكون اللي صراحة يتغير لنا تحلية من التحلية التحلية غتعجبكم وغتجيكم الصراحة المادة رائع يعني غتجربوها وغتتعجبكم وتتغيروا كل مرة تديروا تحلية بالكاراميل مرة بالشوكولات مرة بالفريز يعني وتنغيروا وتتغيروا وتتغيروا وتتفنوا فيه هنايا تندير على البوطة وأنا تنحرك ودائما قلنا الشربارة بقت الطيب يعني تنظموا الوقت ديالكم باش تتقدكم يعني هو بحال الشربة تتحيدوها من الطياب التحلية ديالكم تتخليوها تبرد من بعد الدزول اللي بغتو تديروا عجائين أو طبق رائسي أو شي حاجة في الوجبة ديالكم هنايا هيا الكريمة ديال يبدأت تتقال وغندير معالقة صغيرة ديال الزبدة يعني هنايا تقالت الكريمة ديالنا وغنزيد الزبدة كيف تتشوفوه هي الاخير تتتقال لنا الكريمة ديالنا وتتوليد ديال فقاعات ولكن حضي ولا تحرق لكم من التح دائما تحريك المصامر فهد شي ديال التحليات كنين وصفات ليش نبغونا نقوم نحركوا بيدنا متى وتنقصوا البوطة متى تكونش كتيرة خاصة في ديال الحالي صافي هنايا غنزيد الزبدة كيف شتم علقة صغيرة عامرة يعني كافية هي المرحلة الاخيرة صافي دبت تحلي ديالنا واجدة من بعد تنشد كؤوس تنشد يعني تنحركها محل كوتا خليها تبرد وغن يعني خاصة ضروري تديروها يدافية لان تتولي عدد تكاتولة وتتولي تفل الكبان او التفرق في الاناء هنايا هرست بجوجة او ثلاثة النوع ديال بيموق يعني على حسب توم اللي بغيتو او كوكيز او اي نوع اللي تعجبكم ولكن انا عجبني هاد النوع جا مواتي مع الفريز ومع هاد تحليا يعني درتوق وما تتهرسوش وهذا باش زوين متى تزيدو الزبدة لانتي هو معلك من الداخل يعني تعطينا واحد هاد النوع ديال بيسكويت يعني رطب في الاكل هنايا تنديرو هادك طبقة الاولى ديال تحليا ديالنا تندقوا ونفرغوا فيها نفس الكمية تنتمشو عير بشوية بالنسبة اللي بغيتديرو في شي بحلاوي تدرو عير هي مع سخونة يعني ما تدينش مريحة في الخدمة يعني من الاحسن تتخوي وتتنظفوا الكيسة كيف مدرت انا المهم تنخلوا الطبقة تقدينا ولكن ربا قعدنا باش خنزيدو الطبقة اخرى تندير هديك الطبقة ديال الفراولة اللي بردات تنوزعها واحد شوية تنحط تنوازي كامل لدك العبار اللي يعدي وترجع المدين نتقد في المعلقة باش يجيونا مقادين على السطح الوجه كيف شو باش يجيونا مقادين على المعلقة ونكمله من بعد تنزيدو الطبقة الاخرى ديال الحليب تنخويه تاني بشوية وترجعو بوحد المعلقة صغيرة تنقادو تاني على الوجه يعني باش ما نخصروش يعني الوجه ديال التحليه ديالنا او الكاوس ديالنا التقديم يعني هاد الليطر ديال الحليب وهاد 300 جرام اعطتني ست الكاوس كيف شو كبار من بعد زيت هذا كالبيمو او بيسكويت اللي كان بقي عندي يعني من الفوق وده زي انت بنصف رايزة مقلوبة على العكس يعني من بعد تغيير ونتمنى اعجبكم التحليه دا وشك نهائي دياله ونخليها تبرد نتمنى اتعجبكم وغندوزو الشربة ديالنا دي بره طابت باش نكملو المراحيل ديالها بالنسبة للشربة ديالنا كيف شو طابت الناس اللي متي بغوا التوابيل والالوان ودك الشي ولكنه غتجيكم في الماضاقرة ونزيد هنا ثلاثة الفرماجات يعني كريم الاحسن هاد المربع اللي تكون كريمي كثر يعني در ثلاثة والناس اللي بغوا يزيدوا القيش دطارية انا تجي يعني انا مدرتهاش ولكن اللي بغوا تديروها تجيكم هديك الشربة كريمية كثر اللي كانت عندكم في المطبخ نزيدوها يعني الكريمة ديال الاكل سوف يتنطحن محالك وغنخليها عير تغلى واحد خمسة دقيق او عشرة دقيق غنطفيها غندوزوا العجينة ديالنا ديالبيتزا اللي هي ساهلة وبسيطة وما فيها لد لي كلوال وما فيهاش وحد المجهود الناس اللي تيخافون من العجينة تشدليموا الوقت ديالهم غنطيكم طريقة اللي ساهلة يعني ضغيات عجنو وضغيات وجدو المهم غعدنا الخميرة والملحة وبيضة نص كاس زيت معلقة كبيرة ديا الخميرة حوبيبات او معجونة وغندد هنا هيا الساندة معلقة كبيرة ديا الساندة باش اتفاعلين اتك الخميرة ديالنا وعدنا ه NAJA نص كاس عزيز زيتون وهنا بالنسبة الماء ع عندي إدا في يعني تعريبا الماء يعني تقريبا َ نصف لتر ديال الماء كيف شو يعني واحد نصف لتر ديال الماء يعني اللي خدمت غنخدم به العجينة ديالنا صبقته هو اللول ونفين ديروا الدقيق هده بشي مدون خلطه بالماء هنا يا درنا الماء السوائل هم اللولين تنخلطنا وغن نزيدو ديك بيضة كاملة صفي تنخلطنا محلوكا وغن مدون نزيدو في الدقيق ديالنا وهد العجينة ديالنا يعني تجيز صارحة سهلة هنه تنضيرو تلملحة هي اخر حاجة باش ما تتحبش لنا التفاعل ديال الخميرة ديالنا صفي تنبدا نزيد دقيق اول حاجة تنبدا نخدم بالطراب يعني محالي غنطرب الكيك وما تديروش محالي بسرعة طيروا الدقيق صافي شوفوك كيف جدرت غنحي ذاك الطراب وغنكمل بيد ديال وتنجمعير بصبعاني ونتنشف ديك العجينة ولكن هي مغداش جي يعني تقيي للعجينة خاصة فقال لنرطبة باش تتعطينا واحد للعجينة مفشفشة مبون بيا نتمنى يعجبوكم العجينات اللي كتشاركت معاكم من قبل ديال البيتزات وهديتا هي عجينات قدرت اعتامدوا عليها والحشوة تغيرو على حسب الاشكال اللي بغيتوا التومة صافيتا نحطها على سطح العامل وانا تندلك فيها للاحطه بصبعاني وبالكف ديالي وتنزيد في الضقيق تنشف فيها باش نجمعها يعني بلما نبقاشها دات اما من بعد تندلكها شوفو كيف دارت سهلة ضغياء يعني متى تشتش منه تنخليوها مرطلوقة رطبة تندهن الاناء بالزيت زيتون سوف نحطها وانا بزيت زيتون ملفو وانا ديالها السلوفان وننغطيها بواحد طرف ديتو ونخليها تخمر ضعف الحجم ديالها عدا باش نخدمو بها من بعد ما وجدات كيف تتشوفو خمرات لنا العجينة ديالنا من بعد ما خمرت العجينة ديالنا تنجمعوها وتنحيدو من الهواء داروري يعني تنحاولو نجمعوها وحنا تندفوه ونجيبوه حنا تنحيدو من الهواء شوفو كيف جات العجينة ديالنا طرية ونفشفشا وجات رطبة يعني غتعجبكم ولي يعتمدو عليها والناس اللي تبغو تغير في العجينة ديالبيتزا يعني هادي عرد دقيق الابيض ما فيها لدقيق الاصفر لوالو لكرة الجرائع صافي تنكوروهم حلقة كيف شتو يعني ضغياء وحنا تنحيدو من هالبرد هالطريقة تنديروها باش تنحيدو تالبرد صافيو غنسرحو لأول وحدة باش نديرو في هالحشوة اللي هي ساهلة وصيدة مهم نتمنى تعجبكم هات الصفحة وما تنبخلوش علينا بلايك يعني الناس اللي تشوفوا الفيديوات ديالي ما تنشوش اللي لايك بزاف وما الناس اللي يشوفوا القناة ديالي اول مرة ما تبخلوش علينا بابوني نتمنى تعجبكم هاد المجهودات اللي تندير في القناة وتنشكركم على الوفاء ديالكم الناس اللي تبتبعين الصفحة ديالي وتيتفرجوا فيها اول حاجة سنشد واحد صينية او لاطة اللي بغيتو تندير في ورق ديال الزبدة من الاحسن دهنوه يعني باش ما تلصقش ليكم دهنو بشوية ديل زيتون عدا بتحطوه في الورق خطب بعض مرات يكون شي فران لا بارد ولا شنو تلصق ليكم ولا جيكم صعيبة فاش بغو تهزوها من الاحسن دهنو ورق الزبدة وديرو الجيها يعني اللي تتبري هي الواجيهة هنا يا تنشد الفرماج عندي الاحمر والموزاري اللي خلطوهم بجوج وغنديرو مشكل دائري كيف تشتو وتنخليو وحد تقريبا وحد ثلاثة سنتيم او ربعة سنتيم ديال العجينة على الوجه يعني هي الاخيرة وتندى نطويم حلوكا شكل دائري حلوكا يا وغند ندور بها كاملة كيف شتو ندور بها وتنهبط بسبعاني متنحتاجوا لملوية لوالوخت العجينة ديال نرطبة تتلصق لينا دغياء العرهي يدهنو الورق الزبدة ديالكم يعني بزيت زيتون بجيكم سهلة وتحيد لكم دغية سهلة هنا ايا الصلصة ديالبيتزا نفي تخدمتا معاكم شج مرات لانشون يعني المعلب كيف شتو هو الوصفة الاساسية يعني ما غنديروش طون غغيرنا وتيجي صارحة رائح تنسرحوه كش رائح وتنزينوه بطريقة طريقة بسيطة يعني تنزيدو طماطم دوائر كيف شتو وانتمنى تعجبكم هاد الوصفة واندير الزيتون بين زيتونة بالعظم ديالها درتها وغندير الموزاريلا مبشورة هنا اياه غندير الموزاريلا هدوش شكل ديالها وغنزيد الهنية الموزاريلا تصافي في الواسط وغنخلي محتاف دع لديك الطماطي متاتبان هنا يدهنت ديك لديك اندهن بالبيض البيضة اللي كانت خاشط لي يملت حليه ملوح ووش يضيع درت فيه شوية صوجة وغندهن به يعني وغندير جنجلان يعني لتزين بقيتو الاحمر بقيتو الابيض اللي عجبكم ولا تديرو تالسانوج الاسود او الجنجل الاسود وشوية ديال احشاب مناسيمة وتنقطعو هنا بالمقص وفي تنقطعوها كاملة محلكا وتندخلو الفران تكون سخون تمنى تعجبكم هاد الوصفة وتشاركو مع اصدقاء ديالكم هادوش شكل ديالها قبل ما تدخل الفران كليتنشو تشوفو عنقر تبا غندوزون عمرو الحشوة ديال الشكل التاني ديال البيتا هنا ياخذي تكاس ديال القشدة طارية مع الزيتون اخضر واسود مقطعين طريفات واحد الكمية ما تكونش كتيرة يعني غتجيكم زوينة غجربوها يعني وخدت تشوفوكم مع داك الكاس ديال القشدة طريلة يعني كافي تجيكم عامرة تندهنو بالبيض البيض اللي مع الصوجة وهنا غنزينو بالاعشاب هنا عندي زرعة الكتان عندي زرعة الكتان عندي زرعة خاش عندي جنجلان عندي زرعة ديال الشوفان عندي الحبس دك السانوج الاسود زرعة ديال القرعة قعزينت بيوم وتيجيو الصراحة زوينين قطان ديالنا هو اخر حاجة في الوصفة ديالنا يعني غنقطع شرائح ديال الدنجال من بعد مغزلناه يعني شرائح رقيقة وعندي هنا مطيشة ولكن غنكمل معكم في الوصفة بقين عندنا شتوابل ومقادر عرب المرحلة اللولة هو الدنجال ديالنا ندهنو بزيت زيته تندهنو ميقلات ثم تسعملو اي ميقلات او لاطة البانيني يعني او يعني تشويه المهم خسوط شوك ما تقليوش مل احسن بعده على القليان خاصة مع مائدة الافطار الا الضرورة او شي وجبال يتجبغي القليان غن دخلوها ماشي ما دخلواش عاله هي تتكون يعني قليل هنا شديد زيت زيتون دارت في وحد الفص ديل توم وشحرته ودار الطماطين مطحونة والملحة والبزار والطحميرة بالنسبة لتوم الناس ليمتيبوغوش فرامدان مشي ضرورية فرامدان هنا شديد البطاطات جوجات مسلوقين جوج متلاتات الجبن وشوية الفرماج مطحون والملحة والبزار والمعدنوس سوف يتنسر فيه شوية ديال الصلصة وتنشد نجال ديالنا اللي مشوي وتندير فيه كويرة ديال البطاطا كيف تشوفوا تروليها شكل دائري يعني طريقة بسيطة وما تتشت لنا الوقت سوف يتندير الصلصة من الفوق وندير الجبن انا درت هنا الجبل الاحمر وغندخلوا الفران يطيب نتمنى اعجبكم هاد الواصفات الشكل ديالهم غاي يعجبكم يعني غاتشوفوا الشكل نهائي وتنشكركم على المشاركة في القناة والناس اللي تشوفوا الفيديو ديالي ما تبخلوش علينا بلايك تشجعونا باش نزيدوا ان شاء الله من هنا القدام والناس اللي تشوفوا الفيديو ديالي اول مرة ما تبخلوش علينا بابوني بالنسبة لبيتزا ديالنا كيف تتشوفوا جيت ارطباء مفشفشها ديالعجينة طرية وما تخافوش منها وبالنسبة لقراطان ديالنا نتمنى اعجبكم هاد الواصفات واجيكم ساهلين وبساط وهاد الشربرة لديدة جربوها وتحلية اكثر وهاد البيتزا كل واحدة وماطق دياله كل واحدة وتتميز بالماطق دياله ولده دياله وخنس العجين انتمنى تعجبكم هاد الواصفات وتشاركو مع اصدقاء ديالكم وما تبخلوش علينا بلايك 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 باش طلع القناة نسي السفدو وبي باي وشان شكور نس ليش يشاركو في القناة ديالي باي باي